موسيقى الكتان زمان كان مختلف طبعا كتان موسيقى صارت لك عشان خاطر شعروا زاد موسيقى شعروا زاد طب وجاليب السكة الحديد وجاليب الأسواني انتشرت حالين في قنة السكة الحديد انتشرت عند الشباب طبعا الخياط القديم لازم انه هو النت اه النت مخلاش حاجة النت مخلاش حاجة ده واحد جانا مبالح جيبه جيبه تفصيله على النت وخذ بالك اعملي زي دي حاط اعملك زي دي بس في اوقات الاعياد ما تشتهر يعني الجاليب صح؟ طبعا طب انت شايف انه الجاليب ما تنقرتش؟ لا هي الجاليب ما تنقرتش بس فيها في الخلق الجاهز الخلق الجاهز اه خل الناس يشتريه جاهز طب والطواقي الطواقي الطواقي التخيط برضو ليها شيوع والانتشار ولا؟ طواقي كان يشتريه جاهز اول الاول كان يشتريه جاهز تمام الطواقي من ساعة مطلع الشيخ الشعراوي يقول لك يجيني يقول لي خيط لي لقيت الشعراوي اول يجيب لي لقيت جاهزة ويقول لي خيط لي طب في الصيف في الصيف جاليب الصيف مختلف عن جاليب الشتر اكيد في ايه؟ في الكتان ولا غيره؟ في الشتوي الاول كان كسطور فاكر كسطور اه حزايا كده كسطور يعني كان البلق الفرق اه او الصيف كان دبلين ادي هي الكماش الخفيفة من امين؟ هو عمرك كان؟ دلاش اه طب اكيد حصرت الجاليب الجديمة عشر جروش عشر جروش اه بعضا من فتحت نيبة الله بروبها جينا طب قل لي عم عم امين الجاليب بتاعت الصعيد مختلفة عن جاليب الزماني مختلفة عن جاليب حاليا طبعا طبعا الثالبية اخدها في 52 روحة ويتبعها عد هربوش في 52 روحة طب وستديري استديري استديري بخمسة بروحة بخمسة بروحة طبعا طب والقفطان طب طبعا طبعا عم امين. ماشي عم امين. طب لما انت تعمل الترزي. يعني مش مش الجلبية القوسية مختلفة عن الجلبية الاسواني مختلفة عن الجلبية القناوي مختلفة عن الدشنوية ولا الجلبية واحد.